موسيقى مصر الخير أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سؤال محرج مباشرة عبر صوت بيروت انترناشنل عبر ال ال بي سي انترناشنل وعبر صفحة بيروت سيتي على فيسبوك أذكر كما في بداية كل حلقة أن كل ما سيرد على لسان ضيفي من مواقف هي تمثله شخصيا ولا تمثل فريق عمل البرنامج أو المحطات والقنوات الناقلة ضيفي لهذه الحلقة هو أمين سر تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم النائب السابق أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك نرحب فيك بسؤال محرج مرسي وننطلب مباشرة بالسؤال المحرج الأول بالشخصي سؤال محرج بالشخصي أدي قصة أنك دايماً بتسقط أنت وناجح عملت لك عقدي بحياتك يعني ليس نتائج الانتخابات الأخيرة لما جيت تاد دوليست يعني رأس اللائحة بالأصوات وسقطت بالنتيجة كان في قبله كمان تجربة أنه كنت ناجح بتفوق بشهادة الترمينال وما طلع اسمك من بين الأسماء الناشحين هني وعن بعدوا الأسماء كان قديماً على الراديو لعدوا الأسماء عدوا أسماء ما عدوا لك اسمك كمان يعني مرافقتك هيدي الشغلة دائماً تنجح بتفوق ولكن بالنتيجة تسقط أدي عملت لك عقدي بحياتك تعرف يعني ردت فعلي على الموضوع اللي انفجأتني أكيد بهالمعلومات الدقيقة اللي جايبها استيستوني ردت فعلي أنه ما أنا راكبي براسياً ذكرتني بشغلي ما أنا متوقع الحقيقة ردت فعلي أنه مش عيشي معي كعقدة بس ايه الظروف هيك يعني ما رأت فيها وأنا الحقيقة بموضوع الانتخابات النيابية هي انزعاجي الحقيقة ما كان على أعلي أنا شخصياً أنا كان انزعاجي على 31 بالمية من الصوت الكوراني اللي ما تمثل بشكل مظبوط بس ما كان شغلي بشخصي لأنه أنا نجحت بالامتحان يعني نجحت بالامتحان الحزب سلمني أمانة ويرشحني وخلال ست سنين اشتغلت مظبوط لأني سلمت الأمانة بطريقة أفضل يعني حافظت على الأمانة اللي عطينيها وزدت عليها كأدت فاليو فكانت انزعاجي على اللي صوتونا ما بتعتبر أنه استراتيجية الخاطئة اللي استخدمة الحزب ظلمتك يعني ظلمتك لألك على حساب نائب جزيف سحق على ما أظن ما بدي سميها استراتيجية وخطأ بدي سميها نعص بالحسابات معينة لأنه كان ممكن عاملين حساباتنا نكون أربع حواصل ما قدرنا وصل نيلة فما كانت خطأ أكتر من هالقدة قدرنا عملنا بوقتها يعني مش سوق النية اللي نحكى أنه كان في قرار بأنه يمرق جزيف على حساب فادي بالطبع لا بالطبع لا أبدا ما في شي منه هيدا داخل قوات لبنانية وكانت مفتح لنا كل المرشحين الأساسيين اللي كنا أربعة كان مفتح لنا كل الإمكانيات لكل واحد يقدر يوصل بي العملية النسبية ما بدي استعمل كلمة سقوط لأنه أنت ما سقطت يعني أنت كان عندك يعني أعلى أعلى أرقام وبفرق كبير بس خليني استعمل الكلمة القوات كانت بتتحمل سقوط فادي بالكورة بس ما كانت بتتحمل سقوط أي مرشح ببشري لرمزية بشري بالنسبة للقوات لا شك أنه رمزية بشري كتير كبيرة وهذا مش غلط أكيد وهذه ضرورية تكون هالرمزية ولكن ما كان بالحسابات أنه يسقط حدا من الأربعة ننتقل إلى اختيار محرج الاختيار الأول الرئيس عون سيد نصر الله بحطهم بنفس الخاني بالضرر وبإصابة لبنان بالعمق للأسف ما كنت بتمنى هالشي أبدا بس من تختار من بين هاتين الشخصياتين تختار بشو بأي معنى أختار تختار اليوم خيروك بين ميشيل عون ونصر الله كنت بتمنى أنه جوبك بشكل سريع ميشيل عون كنت بتمنى لأنه أنا وحسن نصر الله أختلف تماما استراتيجيا فكريا عقائديا بكل طبيعة حياتنا نختلف ما في شي بتقارن يعني ما في شي بتوافق أنا ويعليه أوكي هلأ بي آآ آآ كان مفترض أنا وميشيل عون ومن يمثل وميشيل عون ما يكون في فرق أبدا ولكن هو اللي فرق وهو اللي ضرب كل كل الرهان اللي كان ممكن يكون عليه تيكون المنقذ التاريخي للبنان وأنا انتخبته بهاليد انتخبته لأنه بناء على أنه ربما يكون المنقذ التاريخي للبنان من الوضع اللي كنا فيه بس للأسف بأيديه يمح لأيديه حسن نصر الله يعني من تختار ما بقدر اختار بأيناتهم ولا ممكن يمر خيار عندي ما ممكن اختار حدا منهم شو بتقول لأيدك اللي انتخبت ميشيل عون للرئاسي الشالة الوحيدة اللي قلت بهذا الموضوع وبقوله على الهواء يعني قلت بأحد المرات أنه يمكن الشالة الوحيدة اللي تأسفت عليها أني كنت نائب في الوقت اللي اضطرت انتخبها الانتخاب كمان اختيار محرج آخر اليوم بين سليمان فرنجيه وسامي جميل عم تسألني عن اليوم اليوم أنا بلشت بجملتي باليوم نعم اليوم أداء سليمان فرنجيه أفضل كتير من أداء سامي جميل مع أنه أنا اللي بيجمعني مع سامي جميل والقضية الزيتة عم تزعجني أني جاوب هيك يعني هذا شي مزعج بألي أني جاوب بطارية بس الكلام يعني اليوم عم بتقلي أداء أداء سليمان أداء 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 مش عم بحكي كخط بس أداء يعني اليوم سامي حامل راية الثورة والمواجهة ضد المنظومة الموجودة سليمان فرنجيه اليوم يعتبر من ضمن هذه المنظومة وولئه معروف يعني وعلاقاته معروفة مية ومية وأنا ماني عم فضل الخط السياسي لسليمان فراجيه على الخط السياسي اللي كان بيمثله ومفترض يمثله والإرث تبع سامي جميل وحزب الكتائب مش هيدا مش هيدا اللي عم مش هيدا اللي عم مش هيدا اللي عم بحكي بالإداء 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 أختلف مع سامي جميل بالإداء حاليا لأنه ابتعد جدا عن إداء حزب الكتائب بشكل عام وعم بيترح خطاب مش غلط يترح مطلبي ويكون قريب للخطاب المطلبي مش غلط أبدا ولكن الخطأ أنه يختار حلفائه بالطريقة اللي اختارها بأنه يتواجه مع القوات اللبنانية اللي هي هي والحزب الكتائب مفروض يكونوا بخانطة يعني أنتوا بتكون دائما الكتائب تحت جناح القوات لما الكتائب تبطل تحت جناح القوات بيصير أداء خاطئ لك أنا أقول لك شغلية بعملية الحجم يمكن واحد يفكر هيك بس بعملية القرث وما معنى حزب الكتائب ما بيقدر حزب الكتائب يكون تحت جناح القوات هذا اللي عمله سامي اعتربته عليه لا أبدا مش هذا اللي عمله سامي اللي عمله الشيخ سامي هو خط سياسي مختلف تماما عن قرث والخط القوات الكتائبي المفروض يكون بالخندق ذاته مع القوات اللبنانية بغض النظر عن الحجم المهمة تحافظ على قرثك اختيار أخر أنتوان زهرة فادي سعد من تختار؟ بكل صراحة كنت متوقع هالسؤال لأنه علاقتي مع الاثنين كتير كتير مهمة وأكيد موضوع محرج بعلاقتي الحزبية والصداقات هلأ أنتوان زهرة في شي خاص أنا وياه ما بتشاركه أنا وفادي بس كمان أنا وفادي بتشارك بأشياء أنا ما بقدر ميز بيناتهم بحزبيا وكالصداقات كل الحقيقة كتا تكون صادق كل شخص إلو وقته اليوم موقت مين؟ هلأك بدي أسألك ايه أنا دغري هلأك بني أقول لك اليوم بالوضع اللي عم تمرق في القوات اللبنانية وعم يمرق في لبنان نعم من كان يجب أن يكون ممثلا للقوات اللبنانية بمجلس النواب لما حمل الراي أنتوان زهرة أو فادي سعد اليوم لما حمل الراي توني كان أدى وهلأ فادي حمل الراي ومفروض يكون أدى ونحنا كلنا معه وقبل توني بس مين اليوم القوات بحاجة لأل يعني إذا عم تلمع عن موضوع خيار ترشيحي أصلا أنتوان هو مش طارح نفسه يكون مرشح يعني ما القصة منا هيك أنا عم بحكي بعلاقتي أنا معهم أنا عم جاء وبعلاقتي مش موضوع حزبي وخيارات ترشيحية أنا عم بحكي عن أنتوان أحرج فأخرج أبدا أنتوان هو كان مبلغ من قبل أنه ما بأبدو يكفي أختيار محرج آخر جبران بسيل أسعد حردان يعني فيك تروح بنفس المقارنة اللي عملتها سابقا لأنه أسعد حردان كمان ما ممكن التقي فيه بأي شيء بأي شيء أبدا وعنك ابن الكورة يعني وعيش أنتو إيهم بفرد ها لا موضوع تاني مختلف تماما أسعد حردان عم بحكي كحزب أومي القوميين في الكورة موضوع تاني فيه منهم أصحابي وأصدقائي وبيلتقي أنا وياهم بيحترموني وبيحترمون وبنحترم إراء بعضنا وما عندي أي مشكلة وأكيد لح يبقوا ما باقيين أنا باقي وهن باقيين ولحن يعيش مع بعضنا وربما نبني مع بعضنا بالمستقبل لما متقبل بعضنا بطريقة سياسية مقبولة ومش إنو ننكر بعضنا ممنوع إنكار الإنكار هو هو تخوين وهو ما في يعني عدو لبنان بدو إيانا ننكر بعضنا أوكي بغض النظر شو هو هن بيحدد ومين عدو لبنان وأنا مين محدد على لبنان ولكن أسعد حردان يختلف تماما عن هذا الواقع اللي عم بحكيه أبدا أوكي ما 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 بقدر قارنو مع جبران بيسيل الذي يخطئ ولكن منو بهديك الخاني يعني تختار؟ كمان بالشخصي كان فيه التواصل أنا وياه لجبران بيسيل للأسف يعني بأداءه وتصرفاته وخطاباته وطريقته وحيق باعته لأساس تياره ما بيخليني كمان اختاره بس إذا اضطرينا نختار ما فينا نظل ما نختار يعني بين جبران وبين أسعد حردان لك قدما أنهم محرجين هالأسئلة قدما أنه قادر جيوب عليهم أنه ما في شي بيخليني بيستدعيني تاختار حدا منهم طيب إذا شلنا أسعد حردان حطينا جبران بيسيل الحزب القومي السوري من تختار؟ بالخط السياسي أكيد جبران بيسيل بس بالأداء ما 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 بقدر أقول كمان لا تختار؟ لا لا اختيار آخر بولا يعوبيان يومنا بشير جميل أكيد يومنا بدون تفكير ليه؟ بدون تفكير دغري ليه يومنا بدون تفكير؟ لا بالعكس مش بدون تفكير بدون تردد بدون تردد يومنا بمن تمثل يومنا بأداءه بطبيعته بطرحار أنا عم تحكي عن أداء وين شفنا أداء ليومنا بعد؟ بلشت بلشت الأداء اللي عم نشوفه أداء جيد لبولا في أداء واضح يعني بولا كانت أول من واجه هذه المنظومة وخرجت من السلطة أهم شي بعملية الإداء أن يكون صادق معه المنظومة تظهر منه وتسب عليها وتجتمع وتواجهها هاي دي أبسط شغل استيستوني يعني أي إنسان عائل اليوم لازم يشته من المنظومة الحاكمة بس ما يعمل منظومة أسوأ منه كمان لأنه هي الصدق مع الطرح هون يمنى صادق مع الطرحة وأنا صادق معها بأنه هي طرحة وطرحة هو ذات ممكن القوات لبنانية تتبنى يمنى الجميل هيدا موضوع يبحث يبحث؟ هيدا موضوع يبحث داخل القيادة القواتية بعد ما مبحثت ولا أمبلش بحلقة من الحلقات أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر خيارته بين بولا ويمنى اختار ببولا يعني الكتائب تختار ببولا على يمنى كأمين عام وسجل استئالات من الحزب بعد هذا الاختيار يعني بعد الحلقة استقال ناس من الحزب بناء على هذا الاختيار يتحملوا مسؤوليته كيف تقرأ هذا الاختيار أكيد خاطئ خاطئ جدا ويعني معناته للحقيقة كل من يفضل هكذا خيار خرج من طبيعة وجود حزب الكتائب وسبب وجود حزب الكتائب اختيار آخر مصطفى علوش أشرف ريفي سنيان حليفان صديقان للقوات اللبنانية عاتبان على سمير جعجع لأنه هني بيعتبروا اتنينهم أنه سمير جعجع هو من أتى بهذا القانون الذي أوصل الأكثرية النيابية لحزب الله وحلفاء حزب الله بلبنان وهيدا الكلام قال لي مصطفى علوش شخصيا قال لي سمير جعجع ما كان إشع من كل هذا الخطر بالقانون الانتخابي إلا أنه هو بد يجيب خمسة عشر نيب أنه عطاهن لبنان بس تياخد خمسة عشر نيب من تختار؟ هلا بالشخصي ما فيني أختار الحياة نينيتون أصدقائي بعد ما اخترنا شيء لا هلا أنت عارف حارة شو عم تسألي لأنه طيب لا بدنا نختار ما عم تسألني أسألي هيني لا يومنا وبولا وكنت واضح بس أنه بتعرف أنا أنا صدقاتي مع مصطفى ولواء أشرف هي قديمة جدا يعني عمرا فوق العشرين سنة صدقات هلا بالسياسي خريني أكيد أختار اليوم أشرف لأنه بالطرح السياسي اللي نحن وياه أقرب لبعضنا من الطرح السياسي اللي بيننا وبين طيار المستقبل ومصطفى ما في يطلع من طيار المستقبل علما أنه بيتميز بعض الأوقات ولكن بالطرح السياسي اللي هو مضطر يحافظ عليه واللي هلأ ذكرت لي موضوع الترشيحات وموضوع القانون الانتخابي أكيد في أمور أختلف أناوية ألا توافق على هذا الموضوع؟ لأنه سمير جاجع سلم البلد لـ 8 أدار بقانون انتخابي من أجل أنه يحصل على 15 تيب؟ أبدا لأنه اللي سلم البلد لـ 8 أدار هي التسويات اللي كانت عم تصير من داخل أفريقا 14 أدار مع حزب الله ومع الفريق 8 أدار لي تمرير هذيك الفترة وحدة منها هو عدم صناعة قانون انتخابي جديد فأذن لأنه ما قدرنا وصلنا لقانون انتخابي جديد نتفق عليه داخل أطراف 14 أدار يلغي نظرية ميشيل عون اللي كان عم بيكسر فيها 14 أدار أنه الصوت المسلم هو اللي عم يجيب نواب المسيحيين ومزبوط هيك لأنه كانوا المسيحيين عم يجيبوا بس 32 نايب من نوابهم لأنه ما قدرنا أنتجنا كـ 14 أدار قانون ينصف المسيحيين ويعطي مجال للمسيحيين أنه يجيبوا نوابهم بأصواتهم كانت هوني الضربة لـ 14 أدار اختيار آخر سعد الحريري نجيب مياتي حفاظا على التاريخ وعلى النضال سواء وعلى ما دفعه رئيس سعد الحريري طبعا علما أنه أنا أنا بالشخصي قبل ما يكون في علاقة مع الرئيس مياتي قواتي أنا بالشخصي كنت كتير 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 قريب للرئيس مياتي كان في علاقة شخصية أنا وياه وتردد لعنده وقبل ما كون أنا نائب وقبل ما يكون في عمل سياسي قواتي يعني وقتا كانت محجورة للقوات اللبنانية هالشي ما كانت مع رئيس سعد الحريري لأنه كان الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري موجود اللي كمان كان فيه التئانوية بس أنا كان فيه عندي علاقة شخصية مع الرئيس مياتي بالسياسي وبالخط السياسي ولأني رجل سياسي أختار رئيس سعد الحريري كقوات شو علاقتكم بميار رئيس مياتي؟ كتير منيحة كتير منيحة وكتير فيه احترام وكتير فيه مواد يقولوا بيتبرى على القوات هيدا موضوع أنا ما بعرفه لأني أنا ما تعطيت بالمسألة المالية أبدا ولا مرة بصعيد الحزب كمان اختيار أنت مع إقالة رياض سلامي أو ضد إقالة رياض سلامي؟ أنا كنت مع إقالة رياض سلامي ومنه بييده يقيله لرياض سلامي خلي اللي بييده يقيله يقيله أنا مع تحميله مسؤولية أنه هو قبل يستمر مع سلطة فاسدة وصار المهندس طبع السلطة الفاسدة يعطيهم أفكار كيف لازم يعملوا فسادهم هيدا منه هلأ هيدا من عشرين سنين جاي ما هو اللي أنزر هو أول من أنزر لأنه هو الأدرة أنا أكيد ما كنت عارف ولكن بعرف ولكن متوقع يصير فينا اللي صار فينا رياض سلامي سبق الكل وعرف أنه كان بده يصير فينا يعني يجب أن يقال مسؤوليته مسؤوليته كتير كبيرة أنه كان عارشه بده يصير فينا يجب أن يقال ومفل ومفل لك أستي ستوني لازم كل السلطة تقال أوكي بس أنت كمواطن لبناني اليوم من ضمن السلطة يجب أن يقال من السلطة طبعا حتى لو كان البديل عوني ما يقال أنه جبران بسيلي اليوم طاحش طاحش يعني بإيقالة رياض سلامي لأنه هو عنده البديل أستي ستوني أكيد نحن ما منوافق على هيك بديل أكيد ما منوافق على هيك بديل ويمكن في أطراف سيسية بده تقيل رياض سلامي بس ما عم تجرأ لهيدا الموضوع لأنه ناطرون على الكوع رئيس جمهوري وجبران بسيلي تيجيبوا حدا منهم فلا سبب يمكن هذا اللي عم يمنع إيقالته حتى كمان اختيار البطرق الراعي البطرق صفير أكيد الاحترام الكامل لمركزه أول شيء وبمن يمثله موقع اللي علما أنه البطرق الراعي بعده بالمهم بعده بالرسالة بعده بعد ما هلأ من قيمه خلينا يخلص رسالته والله يطول بعمره بس اليوم أنا ما فيني إلا ما اختار البطرق صفير اللي في شيء بيجمعنا كتير معه بالسياسة بالحياة تعرف أستي ستوني في قصة كتير مهمة أنه أكتر شيء بتتذكر الإنسان اللي كان يبكي معك مش اللي كان عم يضحك معك يعني البطرق صفير بالنسبة للقوات الليبنانية في شيء رمزي كتير كبير بالنسبة لقلنا مع البطرق صفير لا شك بأنه البطرق الراعي المواقف اللي عم بيخدها للسنوات الأخيرة وما كنا غريبة عنه كمين بتستدعيك أنك تنقي بس اليوم بيختار البطرق صفير اختيار أخير أنتوني سعادي حافظ الأسد أكيد بدون تردد فكريا وفلسفيا أنتوني سعادي تشوفك مطرح قريب من القوميين بتحكي عنهم لا مش قريب للحزب الأومي الحالي أبدا 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 بس أنا ستي ستوني أنا خلقت ببيئة أكتريتا قومية صحيح وبعالتي في كتير كانوا قوميين من الطبيعي أول احتكاك مش سياسي لما كنت عم بشتر سياسي وبيتنا يعني والدي والدي الله يرحمون كانوا ضد نتعاطب السياسي كانوا ضد نتعاطب مع الأحزاب بس أنا ما فيني ما أقول وأول كتب ريتا وطلعت عليها هي كتب أنتوني سعادي وبتذكر مقالاته وأكواله والحزب اليوم بعيد كثير عنه ما له علاقة فيه من شوها فكر أنتوني سعادي؟ يعني هذا الفكر الذي يشيد به تقريبا يعني اللي هو قومي واللي مش هو قومي الجميع يشيد بفكر أنتوني سعادي ولكن الكل بيقلك لا أنا ضد الأوميين مين اللي شوها فكر أنتوني سعادي؟ أنا مش قصة بشيد لا أنا أنا أناقش في فكره في كتير أمور ما بوافق معه عليها وفي كتير أمور بشوف قديش عنده بعض نظر وفي كتير أمور بشوفها مش واقعية ما بتصير ما بتحدث والدنيا برهنة هذا الموضوع بل سلح أقول لك وين الموضوع؟ أول شي اللي اللي روح أنتوني سعادي هو تركيبة الأنظمة اللي كانت ما تحمل فكر سياسي ونقاش سياسي بدك الوقت كانت تركيبة من سوريا إلى لبنان لإعدام والتخلص منه كما بعدين استمرت هاي الاغتيالات بالشيخ بشير بعدين بغض النظر يعني مختلفين تماما وفكر مختلف تماما قوميتين مختلفتين ولكن عم بحكي عن عقول عقول ومفكرين مفكرين كانوا عم بفكروا كيف بدي أنقذ شعبي وكيف بدي يكون أنا عم بطرح أفكار تأنقذ هالمنطقة أو تحسنها هيدا أنتوني سعادي هلأ اللي شوها اللي ما إرا اللي ما إراها وما فهمها وانتمل إلا كيف قراءت ما حصل بالحمراء هيدا إجرام هيدا مطلوب مطلوب إجرام هيدا لا لا هيدولي أجهزة أمنية ستوني حتى مقلون عليها بانطون سعادي أبدا لا بعد كتير كيف قراءت اللي حصل على نهر الكلب لما تم الاعتداء على عدد من السوريين اللي نزلين يعبروا عن رأيهم بانتخاب رئيس بشار أسر الاعتداء بلش قبل أنه أنت ما فيك تجي تقول شو نتيجة الاعتداء الاعتداء بلش قبل وكان مدروس من قبل أجهزة أمنية هي زيتا وين بلش الاعتداء قبل من النظام السوري بالزيت يعني وين أنه روحوا تحدوا وعملوا استفزازات إذا صار في تراجعوا لها هيعملوا خطوة تانية وإذا صار في مواجهة بيرجعوا بيدرسوا الخطوة تانية ماذا ينتظر أمين سر تكتل الجمهورية القوية؟ الدكتور فادي كرم بعد الفاصل ابقوا معنا اتفاق مع راب بصيغته الحالية أنت مع أو ضد؟ نحنا كنا عم نحاول ما نوصل إلى اللحظة أنه نضطر ننتخب ميشيل عون المسيحيون اليوم بحاجة إلى من؟ ما بيصلح ميشيل عون مع الثلاثة ميشيل عون يمثل الأكسرية المسيحية؟ لا ما بقى يمثل معلومات اللي بدون يعطوها اللي بدا تاخد على المرحلة الثانية وهون خايف حزب الله يعني أنت تتهم حزب الله هو من أدخل النترات؟ طبعا بالمنطق بماذا لم تكن المعارضة السورية بما تمثل ضمن النظام اللبناني؟ ومش وعي لحزب الله وعشو بدو يحمل لبنان لكان وينجاش اللبناني من هذا الموضوع لازم يروحوا كلهم على الحبس لكان ما بنفتخر ببعض الأسحار هون بدك تقول؟ بعض الأشخاص بيطيار المستقبل مثل مين؟ مشكل نيب هو نيب أعطيني نيب نيب من التيار نيب نيب من حزب الله في نيب عيب حرف الأول فيه في ثلاثة عند التيار في نيب بيبقى نيب الأخضر واليابس هيدا واحد لوحده كان بأيام الاحتلال وهلأ نيب ومنو كتلي روح أهلا بكم من جديد نتابع هذه الحلقة ودائما عبر صوت بيروت انترناشنل وLBC انترناشنل وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك مع الدكتور فادي كرم أمين سر تكتل الجمهورية القوية في القوات اللبنانية نتابع نحن وياك ونصل إلى سؤال محرج في السياسة سؤال محرج بالسياسة اتفاق معراب بصيغته الحالية أنت مع أو ضد يوم اتفاق معراب بصيغته شي بصيغته ايه الحالية ما بنتندم على شي بصيغته بالوضعية الحالية أكيد لأنه الطرف الثاني الفريق الثاني أخل في كله ومحترف والطرف الثاني بيقول إن كن أنتو أخليت هني في يقولوا بس هي الحقائق اللي بتقول يا أستي ستوني لأنه مش كلمة عقبال كلمة هي الحقائق بس هني بيقولوا أنه أنتو ربحتون جميلة وانتو صرتوا تقولوا أنه لو منكن ما كان عمل ميشيل عون رئيس صار بدكون تقاصمون السلطة وصار بدكون تقاصمون التعينات هيدا كلام فيش عرقلتون بمجلس الوزراء وقفتوا ضدهم بموضوع الكهرباء نعم هيدا كلام سطحي لأنه هيدا هيدا بيلبقى يتمشي على قواعد ما عنده قراءات سياسية حقيقية الحقيقة هي أنه الصيغة طبع اتفاق معرب هي بناء دولة وجمهورية حقيقية هني ما راحوا على شروط بناء الجمهورية القوية فأذن لهالسبب فشل الاتفاق نحن رحنا على شروط بناء يعني مثلا بموضوع العرقل في مجلس الوزراء نحن شو طالبنا بالرغم من أنه وفقنا على الخطط الكهرباء بس نحن عشو وفقنا نحن طالبنا أنه يكون في مناقصات يكون في هاي النازمة يكون في مجلس إدارة مستقلة عن الوزير يعني يكون في شفافية هني ما بدون كلها تتبقى وزارة الطائبة يدون وبيّنت الأيام أنه هني عم يعملوا هيك وبيّنت الأيام مش اللي عم نطرحوا فأذن هني أداعهم لم يكن ملتزم ببنود بالبنود بدون إينا نكون تابعين لسلطتهم وشو ما عملوا نكون معهم وساعتهم نكون متفقين معهم ونكون زابطة اتفاق معراب لا نكون تخلينا عن اتفاق معراب واتلقطنا فيهم هذا اللي مطلبهم تعتبر أنه أنتوان زهرة كان بعض نظره أكتر منكم؟ أنتوان زهرة ما كان ضد الاتفاق أبدا ولا مرة كان ضد الإخراج كان ضد الاتفاق حتى لما كان بمعراب كان وجه أسود مثل الليل حتى ما فل وما كمل هو فسره هو فسره ستوني مش أنا اللي عم فسره عنه هو قال أنا ما كنت ضد الاتفاق بس أنا كنت ضد الإخراج اللي نعمل وكان عنده طبعا الشكوك اللي كانت عندنا كمان بأنه ما لا حيلتزموا فما في داعي كتير يكون فيها احتفالية بالموضوع في ليس بتقول أكثر من يعرف ميشيل عون وفريق ميشيل عون هو سمير جعجع كيف لدغ من الجحري مرتين؟ لا ما لدغ يا ستاة توني ما هيدا توني زهرة أنا كلنا وصلنا إلى الحكيم نحنا لم نلضغ وما كنا منا عارفين ميشيل عون بس نحنا وصلنا بالأمر الواقع إلى هذا الخيار ما كان خيار كنا مضطرين يا ستاة توني لأنه أنت بدك تشوف دايما الحدث السياسي مش بلاحظته اليوم أفلسنا وانهرنا مش لأنه اليوم عم نغلط لأنه هيدا الخيارات الأكثرية السابقة هي جيبت هالفريق هيدا اللي نتيجته انهيار فأزا بهديك الوقت نحنا كنا عم نحاول ما نوصل إلى اللحظة أنه نضطر ننتخب ميشيل عون حاولنا كتير ودفشنا هذا الموضوع كتير ولكن أمام إصرار الشعب وبالذات المسيحيين على أنه يبقى ميشيل عون هو الأول عند المسيحيين وأمام إصرار أفريقا 14 بأنه يعملوا تسوية مع 8 قدار تجيب رئيس جمهورية ويجي سعد الحريري رئيس حكومة أصبحت القوات اللبنانية لوحدة لوحدة بيخندق لوحدة مضطرة أنه تروع على انتخابات مجلس نيابي وتعمل اللي عملته ومضطرة أنه تنتخب ميشيل عون لأنه لو ما انتخبت ما كان لح يوصل سلامين فرنجيه لأنه وتم الاتفاق كان بينه وبين سعد الحريري وحزب الله كان بده يهد مش مصرحية لدفش للانتخاب ميشيل عون وسلامين فرنجيه بيعرف هذا الموضوع وبيعرف أنه حزب الله هو اللي يجيب ميشيل عون رئيس جمهورية كمان سؤال آخر المسيحيون اليوم بحاجة إلى من؟ بشير جميل، كميل شامعون، ميشيل عون، سمير جعجع سمير جعجع لا شك وبخبرته اللي عيشه مع كميل شامعون وبشير جميل بس اليوم بحاجة إلى مين؟ يعني مين الشخص اليوم اللي مفروض نستحضره ونقله تعى قود المسيحيين لإخراجهم من أزمتهم؟ طيب بدون ديبلوماسية أصلاً ما بيصلح ميشيل عون مع الثلاثة هاي أول شيء بدون ديبلوماسية، أنت حتى بس أنا اخترتك، أنا اخترتك، يعني اليوم يشيل عون يمثل الأكسرية المسيحية؟ لا ما بقي يمثلها بس عكل حال، لما مثلها عملنا معه اتفاق مع راب، هلا ما بقي يمثلها على كل حال بغض النظر، بغض النظر، هيدا رأيه، ما أنت عبدالي بدون ديبلوماسية، أول شلنا الديبلوماسية عجنب قلتلك اليوم ما فيني أتمنى يكون الشيخ بشير والرئيس كميش أمون، الله يرحمون توفوا نحن عم بقول لما كانوا بشخصيتهم، كانوا للمرحلة اللي كانوا فيها اليوم هاي المرحلة هي مرحلة سمير جعجع، وسمير جعجع، ما عمل شيء للمسيحيين سمير جعجع اليوم، بالعكس سمير جعجع سمير جعجع بالنضال اللي عملوا، كله، تعرف يا أستي ستوني، أكثر شيء بتأسف لأله، ومش لأني قواتي، بس عايب يعني في شيء في شيء بهالدني لازم يرفع له الراية متل ما بيقول أو يعترف فيه، في مجموعة ناضلت عسكريا مع سمير جعجع بتعدل 15 ألف شهيد، حرام نقول ما عملت شيء لأنه لو ما كانوا، ولو ما استشعر، خليني كفي جوابه، لا بستألك، يعني أنا وإياك، أنا وإياك بنعتبرون شهداء وبنعتبرون أنه قدموا تضحيات، ولكن عندك شريحة كبيرة من المسيحيين قبل اللبنانيين، تعتبرون هذي كانوا ميليشيا، كانوا زعران، كانوا مجرمين، كانوا يعني ما تركوا صفة، ما أطلقوها، وميتوا عبواب البارات، وميتوا عبواب البارات، وعلى سرقة البور، وسمير جعجع لما دخل السجن لم يدخل مظلوما إنما دخل بأحكام قضائية على جرائم اللي ارتكبها وقت الحرب، طيب، الجواب لا أقلي مشيك، فضل، أفضل جواب على هذا الموضوع الواقع الحالي اللي عم يعيشه المسيحيين، أوكي، هذا أفضل جواب، ثانيا خليني أحكي جوابه أنا، جوابه إنه هاو دي استشهدوا من أجل البقاء، من أجل الوجود، من أجل البقاء الحر مش الزمة، مش بقاء بحماية حدا، مثل ما كان عم ينطرح حلف الأقليات، حماية النظام السوري، وبعدين حماية من إيران ومن حزب اللهودي بيعايشوك، زمك، واللي عايش بحماية، المسيحي اللي عايش بحماية بسوريا من نظام مجرم، انتهى ما بقى في مسيحية بسوريا، وصحيح ما أجوا قتلوه لا دبحوه، بس فل، ترك لأنه مش هاي الحياة اللي بيتمنيها، وينما كان أي إنسان حر مش عم بحكي مسيحي الكل، أي إنسان حر ما بيقدر يعيش تحت هيك أنظمة، هيدا اللي عملوه القوات اللبنانية، وهيدا اللي نجحوا فيه، أنه بعد هاي الكلمة الحرة موجودة، أوكي، هلأ، أنه ما قدر، ما قدر لسامير جاجع بعد، يفرج اللي عملو، ما قدر لأله يفرج اللي عملو، بس الإنسان بدو يشوف الأمور بعمقه، مش بسط حيطة، ويشوف شو عم بناضل لقلو سامير جاجع، وسامير جاجع لو ما كسب خبرة من بشير جمير وكمين شمعون، ما كان قادر اليوم يكون بجرأته، بزكاء وبيضميره، ننتقل إلى موقف محرج، الموقف الأول، هيدا المحق العدلي، طيب عم بيشتغل، ليش عم تطرحوا طروحات تانية توقفوا عن شغلوا إذا أنتوا ما يكون خايفين، مشين شو، ليش خايفين، شو اللي يخايفين منه، طيب خايفين، أنا بقلك، أكتريت اللي داعي وراون يمكن ما يوقفون حتى، يمكن يضطر بسي حق ما هون يروح، طيب خايفين من المعلومات اللي بدون يعطوها، اللي بدا تاخد على المرحلة التانية، وهون خايف حزب الله، شو هي المرحلة التانية اللي بدون يخاف منها حزب الله؟ لماذا انواجدو هون نيترات بلبنان؟ لماذا كانت هذه المسرحية لحتى يتفضوا بمارفق بيروت؟ شو كانوا عم بيعملو هالل بمن سنين؟ وشو وكيف استخدم الاسم الأكبر منهم؟ هاو دي كلهم أمور عسكرية، وفقط هناك فريقين عندهم أمور عسكرية وشؤون عسكرية على الأراضي اللبنانية، هو الجيش اللبناني وأكيد ما له علاقة بالنيترات ومخصو، والفريق التاني هو حزب الله مشرع تحت نظرية جيش شعب مقاومي، فكان عم يتعطى مع هذا الموضوع حزب الله بطريقة محمية، وكان كل ما يقرب مسؤول لبناني، أوكي، على هذا الملف، أو تصله بالصدفة، أو يجي كتاب تيغطوا حالهم فيه، كان يجي بدانته هيدا لا حزب الله؟ ولماذا لم تكن المعارضة السورية بما تمثل ضمن النظام اللبناني؟ يعني شيء هاي نظرية مضحكة تماما، ليش؟ بكل طرحات السي اسي لازي يكون فيه أدنى مستوى للمنطق، المعارضة السورية عنده متفجرات وعم تنقلها يوميا من لبنان على سوريا، ومش وعيلة حزب الله، وعشو بده يحمي لبنان لكان عم يدعي حمية لبنان، وعم يدعي بده يواجه إسرائيل وعم يدعي ويدعي ويدعي ويدعي، لازم يروحوا كلهم على الحبس لكن كلهم يروحوا على الحبس هاي دي بتأكد أكتر أنه لازم يروحوا على الحبس ولازم يتحقق معهم كلهم ساتة ولا واحد لازم يكون محصن ولا واحد يكون عنده حصانة من رئيس الجمهوري يجر إذا هذه النظرية مضبوطة برأيك لوين رح يوصل التحيي؟ أنا إيماني كبير أنه ما بيوقف، هلا بتقلي لحي حاكم رحي جريمة اغتيار رئيس الرفيق الحريري، ما ما بتقدر تحاكم، يمكن ما يحاكم ولكن سيعلن يعني هل سيعلن القاضي بطار مسؤوليات أو الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع؟ إيماني كبير أنه رحي يعملها، بس لحل لك شارك استيستوني، أصلا هي أعلنت يعني أنا أنا بآمن، أعلنت عندكم، أعلنت بالأفريقاء المعادية لحزب الله، بالمنطق استيستوني، ما في شي عندنا أعلن، من سيحمي القاضي بطار إذا بدوا يعلن، يعني تقديركم للأمور إذا بدوا يعلنها، مثل ما أنتم شايفين القاضي بطار، مين بدوا يحميه؟ ما بعد شايف يعمل القاضي بطار، والله بيحميه أول شي، بس ما بعد شايف يعمل، بس أنا عم بقلك بالمنطق الإنساني، ولأنه المحاكم بتنطق بالنهية باسم الشعب، فأنا عم بقلك الشعب نطق، وقال مين وراء هذا الموضوع، وانتهيت مثل ما انتهيت اغتيار الرئيس رفيق الحريري، معروف مين، ومعروف ليش، ومعروف ليش تغطيت، ومعروف مين كان عم يغطيها، يعني أنت تتهم حزب الله، أنه هو من أدخل النترات إلى مرفأ بيرو؟ بالمنطق، طبعا بالمنطق، أنا ما فيني اتهم لأنني مدعي عام ولا قاضي، أنا بقول بالمنطق السياسي، أنا زاهب إلى تحميلهم هذه المسؤولية موقف آخر، ما منفتخر، ما منفتخر ببعض الأصحاب، يعني ما كانوا على قد المسؤولية هونيك ما قلت، هون بدك تقول، متوقعة منك، هونيك ما قلت، هون بدك تقول، مين هني هو الأصحاب؟ لا بصراحة أنا لك، وقتلي سألتني عن الخيارات، قلتلك أنا بختار رئيس ساد الحريري، وعندي احترام للنضال، اللي خضناه سوا بـ 14 قدار، وكنا سوا قوات ومستقبل، ومرأنا بظروف صعبة كثير، وبكينا سوا، وتعرضنا سوا، أنا هايدي القصة ما بحب أمحية، من هالمنطق لما بشوف هجوم أفريقاء التيار المستقبل، وأعلام موجه من قبل تيار المستقبل، لا اتهامنا بشغلات، نحنا مش آيلينا، يعني لتشويه سمعتنا، وخلق صورة عنا، صورة وهمية، منا مزبوطة، مزورة، طيب تكرف فينا شارع معين، وعم بحكي شارع السنة، هوني بنزعش جدا، لأنه أنا ما بعتبر حالي أني أختلف مع الشارع السنة، لبل أنا أعتبر أني بمسلوم، أدي هذا التحالف هش مع تيار المستقبل؟ يعني كل هذا النضال اللي أنتوا إياه على سنوات، ووصل إلى أعلى الدرجات، بأول إشكالية رجعوا ذكروكم، رجعوا ذكروكم بأنكم مجرمين حرب، بأنكم صفحين، بأنكم من قتل المسلمين، بأنكم من اختال رشيد كرامي، بأنكم من قصف بيروت، يعني أخذت خمس دقايق لغية خمسة عشر سنة من النضال، والرد من عندكم لإلهم ما كان أرحم، يعني كان كمان تقريبا بنفس الوثيرة، لا أبداً، نحنا بالسياسة واجهناه، مش بدي من حدا قوتي بيطلع السوشيل ميديا وبيحكي، القياد القوتي ولا مرة أبداً هشمنا بصورتهم، أو خلقنا صورة، مننا صورتهم، ووجهنا الأسهم عليها، هني بالعكس عم يرجعوا على صورة اختراع النظام السوري للقوات اللبنانية، وتحتها أنجز عدة أو حق أو قام بعدة جرائم، ولزقها بالقوات اللبنانية، رجعوا تبنوها، وهيدي شاري خطيرة جداً، وهيدي مؤسف أنه هني يتبنوها، بس بغض النظر، أنا يا أستاذ توني، بس سؤال، يعني عندما قلت لا نفتخر ببعض الأصحاب، المقصود هنا تيار المستقبل، ببعض الأصحاب، لا مش تيار المستقبل، بعض الأشخاص بيتيار المستقبل، شو بدي أنا من اللي عم بيحكي، مثل بنفس جرائم يعني إذا بدي أجاوبك عادي الموضوع باللي حكي، معناتها بدنا نقبل باللي اغتال رئيس شهيد رفيق الحريري، بدنا نقتنع أنه هيدا هو الاغتال وهيدا الشخص، لا، أنت بتعرف في مين هيدا واللي اغتال في وراه فريق، واللي عم بيحكي، يعني أنت مش مقتنع بالمحكمة الدولية بفهمنا؟ لا بالعكس أنا عم بقول لا لا مقتنع بالمحكمة الدولية، بس أكيد مش راضي عن حكمة أيضا موقف آخر نحن الطبقة السياسية وصلناكم لهون، مشكلة نايب هو نايب، في نايب نايب، وفي نايب زاهب، وفي نايب شيب، وفي نايب هايب، في نايب عيب، وأكيد في نايب بيبقى نايب الأخضر واليابس هاي وين؟ هاي وين؟ بدي علق علي يا أبو الشي، أنه كانوا شعراتي أهم من اليوم، بس أنا وياك بدي روح كل نايب بنيبه، في نايب نايب، مثل مين اليوم بتقول هيدا نايب نايب؟ أكثر، مثلا بدي واحد، لك إذا بدي سمي، واحد، بدي سمي أكيد من تكتولي، وما فيني إذا سمي، بس ما تسمي ستريدة، بالعكس ستريدة أكثر الواعيين، أكثر نايب، أكثر نايب، بس أنا مش من منطلق لأن زوجة القائد والزوجة الرئيس، لا من منطلق أنه اللي عم تعملوا بخضاءة،، بس أنا سبقت عليك، بس أنا بدي أكثر، بس أنا أنا بدي أكثر، لأ في يعني اليوم، نايب نايب من غير القوات اللبنانية، أعطيني نايب نايب من التيار، براهيم كنعان، توقعت، نايب نايب من حزب الله مين؟، لك عندهم كثير نواب جيدين، بالمعنى الأداء كنيب، عندهم كثير جيدين، علي فياد، طيب، أعطيني نايب زهب، أكثر، شو بدي أعطيك، صعبة، بعدين شو المقصود بنيب زهب، الأي كانت نكتئي، بس شو يعني المقصود نايب زهب، إنه حتى لو رجع مجلس النياب بالصدفة أو بطريقة ما، بس لا يمثل الشعب، مثل مين؟ يلا، ما لاحف، لا 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 تقلق، هايدي محرجي، أنا وفقتك بكل شي قبل، هايدي محرجي، مين نايب زهب، ليك، ليك، خليه أقول لك شالي، كان عيه مثل الاضطهاد يأخذوا الشباب، شبابنا وتعرف تحت الضرب، يقولونه نقروا عن حدا، بقى يقروا عن رفاق ميتين، مستشهدين، بقى بد يسمي لي شيء أحدا منه، نايب زهب، مين؟ ما لاح سمي، ما لاح سمي لأنه يعني ما بدي أعلن، حرف الأول من اسمه، حرف الأول؟ ما بعرف، بدي فكر فيها شوي، ما معنا كتير وعيد، حرف الأول من اسمه، فيه، أكيد مش فادي سعد يعني، لا فادي كرم، طيب، نايب عايب، كل واحد بيخرج عن أصول واللياقة بالحديث السياسي، مثل؟ خانوا يعبروا عن حالهم، معلش، لا مثل، مين أكتر حدا بيتوجه لكون بهيدا الأسلوب؟ فيه ثلاثة عند الطيار، نقي منهم أنت، ثلاثة عند الطيار، أنتم هاتك الشيء بيزعجكم زياد أسود يمكن، لا زياد مؤخرة، ما كتير عم بيحكيه، بزياد صار مستهلك كلامه، مين في بعد؟ مستهلك كلامه، ما بقلوا إيمي، مين بعد؟ خلق، أنا ما لا أسميهم، بس إلت، يعني أحسن من هيك، فيه ثلاثة عند الطيار، بيحكوا بطريقة، ما بتلي، لا بمناطقون، ولا فيون، ولا من الشعب، من الطاق يعني مثلا جوز عطلة؟ ملح، ملح سمي، ملح سمي، مش رح سمي، إلت واضحة، ما بيحكوا سياسي استيسكونا، هل هيدا الأهم؟ ما بيحكوا سياسي، هيدا الأهم، نايم، ولا ثلاثة، نايم، نايم الأخضر واليابس، هيدا مين؟ يعني هيدا، أو من أي كتلة، إذا ما بدك تسميه، إللي من هيك، هيدا يمكن منو كتلة، هيدا واحد اللي رحده، بس هيدا كان بأيام الاحتلال، وكان بأيام اللي منو نيب، وهلق نيب، ومنو كتلة، روح نقه، دكتور فهدي كرم، أنا بدي أتشكرك على حضورك، مرأة عسلامة، مرأة عسلامة، يعني مقبولة، أخدتوا جهات شارل جبور قبل مجيد؟ سألته بصراحة، بصراحة، لأنه شارل بيعطي توجيهاته لكل حدا جاي على هيدا البرنامج، لا، أقول لك شارل، أنا الحقيقة صار عندي نقص بمتابعتي للبرامج، صحيح اليوم، ما بلحق، وبالليل بيستغلتها شوي ارتاح، وارجع أقرى أحضر لتالي يوم، ما بق كتير عملحق برامج، فسألت شارل، قلت له كيف فد البروغرام، بصراحة، بس ما كتير فدني، تركني لقمي سائق، لا لا شو قال لك، بالعكس، ما شو إذا قال لك ما قاله لنائب جورج عايس، قال لي قد ما فيك كون طبيعي، صحيح، قال له لنائب جورج عايس، قالوا لك، هذا البرنامج هو معمودية الإعلام، إذا صمت منه، تطلع بطل، إذا وقعت فيه رحت عليك، يعني هذا مسار النار، مسار النار، شكرا لك دكتور فد كرام، شكرا على حضورك، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله، دائما عبر صوت بيروت، انترناشنال، البي سي، انترناشنال، وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك، نصبحون على خير، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر